السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة الكهرباء إلكتريك شاهدنا سابقا كيفية تحديد المقاطع أو أقطار الأسلاك لمنزل أو لمنشأة لا تزيد عن 100 متر مربع ويعبار عن قواعد نظامية لا تحتاج إلى حساب كل سمك أو قطر معين لسلك يواجه مقاطع كهرباء معين لكن كيف سأحدد قطر السلك المناسب لي إذا كان لدي جهاز خارج المنزل ولمسافة طويلة مثل محرك فتح الأبواب أو مضخة بياه داخلة بأرعابيق وكلنا نعلم أن طول المسافة يزيد أيضا من مقاومة الأسلاك هنا الاعتماد على القواعد التي شرحناها سابقا في الحلقة الماضية تصبح غير إلزامية إذن بصفة عامة كيف أحدد قطر السلك المناسب لي لحمل معين حسب طول مسافته أو بعده عن لوحة التوزيع الكهربائية أو القاطع الكهربائي وهو ما سنشاهده في هذه الحلقة كالعادة كل روابط الدعم والحلقات الماضية المرتبطة بهذا الشرح ستجدونها في وصف أو شاشة نهاية هذا الفيديو نرفع فاصل القناة ونعود بعد ذلك للشرح بسم الله الرحمن الرحيم أريد قبل البدء أن أشير إلى أن العملية الحسابية أو الطريقة التي ستشاهدونها في هذه الحلقة هي فقط لوضع قيمة تقريبية وكل العمليات الحسابية لتحديد مقطع أو سمك الأسلاك هي تقريبية فقط لأنه كما شاهدنا في الحلقة الماضية يتم إغفال عديد من المعطيات التي تؤثر في مقاومة الأسلاك أو تزيد في مقاومة الأسلاك مثلا لا يتم وضع أو وضع بالاعتبار درجة حرارة السلك أو درجة حرارة المحيط في الحساب ونحن نعلم أن كلما ارتفعت درجة حرارة المحيط ترتفع درجة حرارة الأسلاك وكلما ارتفعت درجة حرارة الأسلاك تزيد مقاومةهم أيضا أيضا لا يتم وضع نوعية التوصيل بعين الاعتبار هل الأسلاك في الهواء أو في أونبوبي في حائط أو مباشرة في الحائط أو في الأرض ولا يتم أيضا اعتماد على معطيات عدد دوائر التوصيل لأن كثرة الأسلاك في قناة واحدة وتعاكس السيار بين الذهاب والإياب في الفاز والنيترال يؤدي إلى مجال كهرومغناطيس متعاكس يزيد هذا أيضا في درجة حرارة الأسلاك حتى أكون صريحا معكم ونكون دقيقين في هذا الشرح إذن ما هو الحل؟ الحل هو أن أغلب المهندسين والتقنيين يعتمدون على براميج حاسوب متخصصة وليس القلم والورقة كما نقول في حساب مقطع الأسلاك وهذه البراميج تقوم بعدة عمليات حسابية وليس عملي حسابية واحدة في نفس الوقت حتى تعطي لنا النتيجة النهائية المحددة لمقطع الأسلاك سأشرح إحدى هذه الطرق والتي يمكنكم استعمالها بسهولة وببساطة في الحلقة المقبلة إن شاء الله وهي ستكون متوفرة عند الجميع يعني لن تحتاجوا إلى حسوب المهم لتحديد مقطع أو سمك السلك المناسب لنا بطريقة تقريبية نستعمل هذه العلاقة الحسابية التي أمامكم مقطع السلك بالمليمتر مربع يساوي المسافة أو طول السلك مضروب في عدد الموصلات أو الأسلاك مضروب في قيمة شدة طيار الحمل أو الجهاز الكهربائي مضروب في المقاومة النوعية للمادة الموصلة للأسلاك النحاس لديه مقاومته النوعية قيمة من المقاومة النوعية والألومنيوم لديه أيضا قيمة معينة من المقاومة النوعية كل هذه القيم التي ذكرت سابقا مقصومة على الجهاز الكهربائي المضروب في نسبة الفقد حسن جدا إذن لحساب مقطع السلك بهذه الطريقة علينا تحديد كل هذه المعطيات المتواجدة في هذه العلاقة الحسابية سنبدأ مع أول شيء مع المسافة أو طول الأسلاك سنقول مثلا لدينا جهاز كهربائي عبارة عن مضخة مياه على سبيل المثال تبعد عن لوحة التوزيع المنزلية بمسافة 150 متر 100 متر في الأرض و50 متر عمق البئر إذن المسافة 150 متر عدد الموصلات التي نقوم بتوصيل هذه المضخة إليها وإثنان أسلاك فقط فاز ونيترال هي مضخة 220 فولد الطيار الكهربائي الذي نجده على بيانات هذه المضخة هو 8 أمبير يعني أنها تعمل بـ 8 أمبير الآن المقاومة النوعية المقاومة النوعية للموصل كما قلنا هناك أسلاك نحاس وأسلاك ألمنيوم إذا كنا سنستعمل سلك نحاسي سنستعمل مقاومة نوعية للنحاس وهي 0.017 وإذا كنا سنستعمل سلك من الألومنيوم علينا حينها اختيار قيمة 0.029 المهم قلنا أننا سنستعمل سلك نحاسي لذلك سنأخذ قيمة 0.017 الآن لدينا الجهد الكهربائي قلنا أن هذه المضخة هي أحادية الطور فاز ونيترال يعني أن جهد التشغيل هو 220 فولد والتي سنضربها في قيمة الفقد الجهد التي لدينا هنا قيمة الفقد تتغير حسب نوعية الحمل الكهربائي إذا كان لدينا مثلا جهاز ضوئي مثل المصابيح أو التلفزيون نستعمل قيمة 0.03 أي 3% أما إذا كان لدينا جهاز حركي مثل المحركات نستعمل قيمة 0.05 أي 5% وإذا كانت لدينا أحمال مختلطة يعني ضوئية وحركية وحرارية يستحسن استعمال الاعتماد على قيمة 0.05 أي 5% رغم أن هناك جدل هناك من يقول 4% لكن سنعتمد على 0.05% قلنا أننا هنا نتحدث عن مضخة أي سنستعمل وهي عبارة عن محركة رابعي أي أننا سنستعمل قيمة 0.05% حسن جدا الآن كل المعطيات التي أمامنا المعطيات لدينا هي متوفرة لحساب هذه العلاقة وتحديد مقطع أو سمك سلك مناسب لنا إذن لنبدأ من عملية الحساب من الأعلى المسافة 150 في 2 عدد موصلات في 8 أمبير في 0.017 المقاومة النوعية للنحاس تساوي 40.8 ننتقل الآن إلى الجزء الأسفل من العلاقة الجود 220 في 0.05 نسبة الفقد تساوي 11 بقي لنا الآن فقط القيام بالعمل الأخير وهي قسمة 40.8 على 11 تساوي 3.70 وهي مقطع سلك أي 3.70 مم مربع طبعا في أغلب الأحيان لا يوجد لدينا قطر سلك يساوي النتيجة التي سنحصل عليها لذلك سنأخذ أقرب أكبر مقطع سلك متوفر في الأسواق إذن 3.70 مم مربع لا توجد أقرب أكبر مقطع سلك متوفر في الأسواق هو 4 مم مربع إذن في هذه المسافة أي 150 متر سنستعمل مقطع 4 مم مربع مع هذه المدخة على سبيل المثال كانت هذه العملية الحسابية هي أقرب الطرق الحسابية لتحديد مقطع أو سمك سلك المناسب لنا لحمل معين يبعد لنا مسافة كبيرة مثل 150 متر لكنها ليست هي الطريقة الوحيدة أغلب الكهربائيين يعتمدون على هذه الطريقة في تحديد سمك أو مقطع الأسلاق لكنها ليست دقيقة وكل الحسابات تختلف فيما بينها سنشاهد ذلك مستقبلا كما ذكرت في المقدمة في الحلقة المقبلة إن شاء الله سنشاهد أسهل وأبسط طريقتين إضافيتين لتحديد مقطع الأسلاق وسأضع لكم مقارنة بين الطرق الثلاثة التي سنشاهدها والمعتمدة نتحرف جميعا على النتائج ونرى هل يوجد هنا لك اختلاف سنضع مقارنة أم لا؟ وسأنصحكم طبعا بماذا يجب عليكم فعله من رأيي الشخصي حتى تتجنبوا أي التباس في تحديد مقاطع الأسلاق إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة أشكركم على المشاهدة وعلى دعمكم المتواصل بارك الله فيكم وإلى اللقاء